تعرف الكثير منا على أشخاص لديهم غرور مفرق ويحبون التباهي بأنفسهم وعادة ما يشار إليهم بالنرجسيين وعلى الرغم من أن النرجسية غالبا ما تفهم على أنها سمة شخصية مزعجة فإنها قد تكون أيضا اضطرابا مرضيا يعرف باسم اضطراب شخصية نرجسية يتسم هؤلاء النرجسيون المشار إليهم أحيانا بالنرجسي الخبيث بفقدان التعاطف وبشعور متعال بالذات واستغلال الآخرين لتعزيز ذواتهم بالإضافة إلى صفات أخرى ذكرتها البحثة شهيد عربي في كتابها القوة النجاة والتعافي بعد سوء المعاملة النرجسية الذي نشر عام 2017 في هذا الكتاب توضح شهيد عربي الخصائص واستراتيجيات التلاعب التي يتابعها النرجسيون الخبيثون تؤكد على أهمية فهم النرجسيين وسلوكهم حيث يمكن لأي شخص أن يصبح ضحية لهم فالنرجسيون يبدون في مراحلهم الأولى من الألعاب العقلية شركاء مثاليين وتشير إلى أن فهم اضطراب الشخصية النرجسية يمكن أن يساعد في التعرف على أن الإساءة ليست أبداً بسبب الضحية ويمكنه بذلك بدء عملية الشفاء شهيد عربي حاصل على درجات عليا في علم الاجتماع وعلم النفس وقد كانت هي أيضاً ضحية للإساءة النرجسية قد كتبت العديد من الكتب حول الإساءة منها كن كابوساً للنرجسي وقامت بإجراء واحدة من أولى الدراسات البحثية وسعة النطاق على الناجين من أشخاص لديهم سمات نرجسية وسيكوباتية في هذا الملخص سنقدم نظرة عامة على اضطراب الشخصية النرجسية ونصف استراتيجيات التلاعب الخاصة بالنرجسيين التي يجب الانتباه إليها ونستعرض نصائح عربي للتعافي بعد تعرض الشخص للإساءة لنبدأ إذن ضع سماعات الأذن اضبط مستوى الصوت وركز معي ولننطلق في هذه الرحلة المفيدة والممتعة معا النرجسيون وخصائصهم يرجى ملاحظة أن البعض قد يستخدم مصطلح النرجسي لوصف أشكال غير مرضية وأقل شدة من النرجسية والتي يمكن أن يظهرها الأشخاص على طيف متنوع من السلوكيات والخصائص النرجسية لكننا في هذا الملخص نقصد بالنرجسي الأشخاص الذين يعانون من الضراب الشخصية النرجسية وذلك لتبسيط الأمور ما هو الضراب الشخصية النرجسية؟ تقول عربي إن التعريف السريري لاضطراب الشخصية النرجسية يتضمن الصفات التالية يشعر النرجسيون بأنفسهم أفضل من الآخرين ويتوقون للتأكيد المستمر والثناء على تفوقهم ويعانون من الحسد المرضي ويفتقرون إلى التعاطف ويسعون لتعزيز ذواتهم على حساب الآخرين وبناء على بحثها وخبرتها تضيف أنهم يميلون إلى التحكم والاعتداء بطرق استراتيجية ومعذبة يعني هذا أنهم يستمتعون بإهانة الآخرين وجعلهم يشعرون بالدونية لأن ذلك يعزز نظرتهم المتعالية لأنفسهم ونظراً لعدم قدرتهم على التعاطف فإنهم سيبذلون جهوداً كبيرة لجعل أنفسهم يشعرون بتحسن عبر استخدام الإساءة النفسية وأحياناً العنف الجسدي أيضاً ويقول بعض الخبراء النفسيين أن بعض العوامل قد تزيد احتمالية العنف الجسدي على سبيل المثال ماضي العنف يجعل من المرجح أن يكون الشخص عدوانياً جسدياً والمشاكل الخارجية مثل الصعوبات المالية يمكن أن تدفع النرجسية للإنفعال بشدة لأن المشكلة تهدد شعوره بالتفوق كما توضح عربي من الصعب التعرف على بعض النرجسيين في مراحل مبكرة لأنهم ماهرون في اكتشاف ما يجذب الآخرين ويظهرون شخصية ساحرة لجذبك ثم يكشفون عن طبيعتهم المتلاعبة القاسية بعد أن تستثمر الوقت والجهد وتصبح مولعاً بهم مما يجعل من الصعب عليك الابتعاد يقول الباحثون أن الثراب الشخصية النرجسية غالباً ما يتداخل مع حالات نفسية أخرى قد يكون من الصعب التعرف على الثراب الشخصية النرجسية في الآخرين لأنه لا يظهر دائماً بشكل واضح في كثير من الأحيان يترافق مع حالات نفسية أخرى ويمتلك صفات مشابهة لحالات أخرى من الأمراض النفسية ويمكن أن تكون هذه الحالات صعبة في التمييز بينها واندماج الثرابات الشخصية الأخرى يمكن أن تزيد من الاتجاهات المسيئة في الأفراد على سبيل المثال المثلث المظلم هو مجموعة من الصفات المتداخلة بما في ذلك النرجسية والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى سلوك خضير بشكل خاص لدى الأفراد الصفتين الأخرين هما السيكو باتي المميزة بفقدان التعاطف والاندفاع والميكيافيلية حيث يكون الشخص على استعداد للتلاعب بشدة لتحقيق مصالحه وعلى الرغم من أن المثلث المظلم ليس تشخيصاً رسبياً إلا أنه يعتبر الأكثر تشابهاً مع الضراب الشخصية المنفصلة اجتماعياً المصنف طبياً بعد أن شرحنا ما هو الضراب الشخصية النرجسية سنكتشف ما يسبب هذا الاضطراب وفقاً للكاتبة لم يتم تحديد سبب قطعي لهذا الاضطراب النفسي من قبل خبراء علم النفس وتوضح أن هناك عدة عوامل بيولوجية وبيئية تتداخل في الأفراد وتسبب احتمالية حدوث الضراب الشخصية النرجسية والنقطة الأكثر أهمية التي تشير إليها هي أن الناس يتطورون نحو هذا الاضطراب أثناء الطفولة فالسبب ليس الضحية بمعنى آخر لست أنت من يثير سلوك النرجسي ومع أن النرجسية تبدأ في التطور والتشكل خلال فترة الطفولة لكن الأطباء النفسيين لا يشخصونه إلا عندما يبلغ الشخص على الأقل سن الثامنة عشر ويرجع ذلك إلى أن المراهقين غالباً ما يكونون أكثر توجهاً نحو الذات بشكل طبيعي حيث يركزون على احتياجاتهم الخاصة ولا يفكرون بشكل كبير في رغبات واحتياجات الآخرين ومع تطورهم ليصبحوا بالغين يتعلمون عادة التعاطف أكثر مع الآخرين ويصبحون أقل توجهاً نحو ذواتهم وبالتالي ينتظر الأطباء النفسيون لتقييم وجود هذا الإضطراب ومع أن النرجسية قد تنشأ غالباً في عمر مبكر وسلوك الشخص النرجسي قد لا يكون قادراً على التحكم فيه إلا أن الكاتب تؤكد أن أي إساءة يقوم بها هو خيار يتخذه بوعي وبالتالي يجب محاسبته عليه في كتاب لماذا يفعل ذلك يحدد ليندي بانكروفت بعض المؤشرات التي تدعم التأكيد على أن العنف والإساءة هم اختيار متعمد للنرجسي فهو يظهر شخصية ساحرة وجذابة أمام الناس ولكنه يظهر طبائعه العنيفة والمسيئة فقط أمام من يسيء إليهم يدعي كذلك أنه لا يتجاوز حدوداً معينة ولا يصل إلى مستوى العنف أو الإساءة الشديدة وهذا يعكس اعتقاده أن أفعاله مبررة وغير مستحقة للعقاب وعادة لا يؤذي نفسها عندما يكون عنيفاً تجاه الآخرين فمثلاً غالباً ما يتجنب تدمير ممتلكاته الخاصة أثناء تصرفه العدواني على المستوى البيولوجي النرجسية هي سمة يمكن أن تكون وراثية ولكن ليس دائماً بالإضافة إلى ذلك تشير الأبحاث إلى أن أدمغة النرجسيين مختلفة وتحديداً في المناطق المرتبطة بالطعاطف والرأفة وتشير كذلك إلى أن الأجزاء المحددة في الدماغ التي تتأثر لدى الأشخاص الذين يعانون من الضراب الشخصية النرجسية هي اللوزة الأمامية والقشرة الدماغية وأظهرت دراسة باستخدام صور الدماغ أن النرجسيين لديهم مادة رمادية غير طبيعية في كلا هذه المناطق مما يقلل من قدرتهم على الشعور بالتعاطف مع الآخرين ويمكن أن ينشأ الضراب الشخصية النرجسية أيضاً عندما يتربى الأطفال في بيئة تسبب في ارتفاع مفرط أو انخفاض مفرط في تقدير الذات فإذا تربى الطفل بدون قواعد أو حدود أو تلقى باستمرار الثناء والإشادة بلا حدود وتقديراً مفرطاً فسيصبح مستحقاً للانتباه الإيجابي ويتوقعه دائماً من الآخرين من ناحية أخرى الأطفال الذين يعانون من الإهمال من قبل آبائهم يكونون أيضاً عرضة لأن يصبحوا نرجسيين في هذه الظروف قد يطور الأطفال الطراب شخصية نرجسية نوع محدد يسمى النرجسية الضعيفة لتعوض عن شعورهم بعدم التقدير في كل من الإفراط في التدليل أو الإفراط في الإهمال الأطفال الذين يعانون من الضراب الشخصية النرجسية لم يتعلموا كيف يقيمون أنفسهم بشكل صحيح ولا يرتبط احترامهم الذاتي بمن هم كأشخاص بدلاً من ذلك يعتمد احترامهم الذاتي بشكل غير صحي على مظاهر خارجية مثل المواهب التي يمتلكونها أو مظهرهم الجسدي أو الصفات التي يعتبرونها مرغوبة وكذلك العيش في بيئة نرجسية يزيد من خطر الإصابة بالضراب الشخصية النرجسية لأن الأطفال قد يتعلمون تقليد سلوكيات الوالدين النرجسيين وحتى إذا لم يصبح الطفل نرجسيا إلا أنه قد يجعله أكثر عرضة لأن يصبح ضحية للاستغلال النرجسي في وقت لاحق من حياته فقد تم تأطيره منذ صغاره لكي يحاول جاهداً أن يعيش وفقاً لمعايير توقعات بيئته النرجسية وتشير الأبحاث إلى أن أطفال الوالدين النرجسيين يعانون من تطور غير طبيعي للدماغ في منطقة الأميكدالا والتي تلعب دوراً في العواطف مثل الخوف والخجل وشعور بالذنب والهيبوكمبوس والتي تؤثر على عملية التعلم وتكوين الذاكرة وتؤدي الإساءة التي يتعرضون لها إلى انكماش هذه الأجزاء من الدماغ مما يقلل من قدرتهم على التحكم في العواطف مثل الخجل في وقت لاحق من حياتهم ويمكن أن يؤدي إلى زيادة في ردود الفعل المرتبطة بالخوف والاضطرابات الهلع بعد أن تعلمنا ما هو الطراب الشخصية النرجسية وما يمكن أن يتسبب فيه وأن الهدف الرئيسي للنرجسي هو الحصول على إعجاب الآخرين مما يعزز شعوره بالتفوق الآن سنوضح تكتيكات النرجسي للتلاعب بك تقول عربي إنه من خلال فهم هذه التكتيكات يمكنك تجهيز نفسك للتعرف عليهم والهروب منهم بأسرع وقت ممكن التكتيك الأول نمط البناء والهدم في هذا السلوك يستخدم النرجسي المديحة والموادة واللطف لجذبك ثم يقوم بتدميرك نفسيا من خلال الإهانات الخفية والهجمات المباشرة تقول الكاتبة إن هذا النمط ينتهي عادة بتخلي النرجسي عنك بطريقة قاسية لكنه من المحتمل أن يحاول الاحتفاظ بالسيطرة والبدء من جديد في هذا النمط بوعود زائفة بتغيير سلوكه وتشير إلى هذا النمط بأنه دورة التثمين التقليل ومن ثم التخلي هذه الاستراتيجية فعالة على المستوى العصبي الحيوي حيث تؤسس إدمانا بيوكيميائيا على الشخص النرجسي السحر الزائف له وتعبيراته المبالغ فيها تجعلك تتعلق به بسرعة وتؤدي إلى زيادة كبيرة في مستوى المادة الكيميائية الدوبامين في الدماغ التي تسبب شعور بالسعادة عندما يبدأ النرجسي في تغيير سلوكه ويمتنع عن إظهار المودة ستسعى جاهدا لإرضائه مجددا لتحصل على نفس مستوى الدوبامين الذي كنت تشعر به في البداية عن طريق التذبذب بين إظهار المحبة والقسوة يصنع النرجسي ما يسمى بالمكافأة المتقطعة والتي تزيد من شدة إفراز الدوبامين كلما عاملك بلطف بعد القسوة تتشابه هذه الحالة مع مدمني آلات القمار حيث يستمرون في اللاعب بسبب التوقعات العشوائية للفوز وللإشارة حسب أحد المقالات تستخدم الكثير من شركات وسائل التواصل الاجتماعي أيضا ظاهرة المكافأة المتقطعة لجذب الناس للاستمرار في استخدام التطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام خوارزمية إنستغرام مبرمجة لتمنع عرض الإعجابات على المنشورات ومن ثم تقديمها بتفعات كبيرة ومتكررة وهذا يؤدي إلى إحباط المستخدم في البداية لعدم تلقي التأكيد الاجتماعي وبالتالي يصبح يفحص إشعاراته بشكل قهري وأخيرا الشعور بسعادة الدوبامين عندما يتلقى عدة إعجابات دفعة واحدة مما يشجعه على المواصلة في نشر المزيد من المحتوى وتعلق أكثر بالتطبيق التكتيك الثاني مهاجمة احترامك لذاتك تقول عربي أنه خلال مراحل إيذائك نفسيا قد يلجأ النرجسي إلى إهانات صارحة مثل أنت سيء للغاية في عملك أو تكتيكات أكثر سرية بحيث يحاول إخفاء خبثه وراءها على سبيل المثال قد يعبر عن قلق زائف بقوله أنا قلق من أنك لا تجني ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتك على الرغم من أنهم يعلمون تماما أن هذا ليس صحيحا وهذا النوع من العبارات غير الصادقة يهدف إلى جعلك تشعر بأنك عاديم القيمة وغير ملائم مما يجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم وبسبب حسدهم المرضي يستهدف النرجسيون بشكل خاص المناطق التي تكون فيها ناجحا وواثقا قد يضر النرجسيون أيضا باحترامك لذاتك من خلال التحدث بشكل سيء عنك للآخرين وغالبا بتوجيه عيوبهم الخاصة نحوك على سبيل المثال قد يخبرون كل شخص في مجموعة أصدقائك أنك تتحكم وتتلاعب بهم وواقح معهم ويعرف هذا بحملة التشويه ويهدف إلى تدمير صمعتك بحيث تصبح معزولا اجتماعيا وبالتالي تصبح أكثر اعتمادا عليهم ومن ثم تصبح أكثر عرضة لسيطرتهم وتقول الكاتب أن ذلك أيضا يقلل من مستوى قدرتك على الثقة بالآخرين والتحدث إليهم حول التعامل السيء الذي تتعرض له مما يجعل من احتمالية محاسبة المعتدي على أفعاله أمرا بعيدا أخيرا تشير الكاتبة إلى أن النرجسيين غالبا ما يستخدمون تكتيكا استراتيجيا يتمثل في التحدث عن الآخرين بطريقة تجعلك تشعر بالسوء تجاه نفسك بالمقارنة معهم وعادة ما تكون المعلومات غير صحيحة مثلا قد يتحدث النرجسي بشكل مستمر عنهم ويبرز مواهبهم المميزة أو صفاتهم الإيجابية الأخرى يستهدف بذلك إما المجالات التي تحبها في نفسك لكي يقلل من ثقتك بالنفس أو يستهدف المجالات التي تشعر بالضعف بها بشكل خاص لكي يجرحك نفسيا بشكل أكبر التكتيك الثالث تزييف الحقائق تكتيك التلاعب الذي يستخدمه النرجسي هو تزييف الحقائق حيث يشوه الواقع وكأن الإساءة لم تحدث بالفعل أو أن رد فعلك السلبي تجاهها غير مبرر أو مبلغ فيه قد يحققون ذلك بإنكار صارخ هذا لم يحدث أبدا أو التظاهر بالبراءة والتلميح إلى أنك مفرط في الحساسية قد يستخدمون عبارات مثل لم أكن أعرف أنك ستغضب من ذلك لم أقصد أي ضرر حتى عندما يتعمدون جرحك وإذاءك وتشرح أن هذا التكتيك يكون ضارا للغاية حيث يجعلك تشكك في حدوث الإساءة فعلا ويشعرك بالخجل بسبب كونك حساسا أو نقديا بشكل زائد هذا في النهاية يمنح النرجسي مزيدا من الأدلة لكي يسبب أذى إضافيا ويقلل من قدرتك على محاسبته التكتيك الرابع السحب يستخدمه النرجسيون لتلبية حاجتهم المتواصلة للانتباه وهو محاولة استعادتك أو جذبك مرة أخرى تشرح أنهم سيحاولون استعادتك ليس لأن لديهم أي ندم حقيقي على أفعالهم أو لأنهم يحبونك ولكن لأنهم يرغبون في المزيد من استغلالك والتلاعب بك في أحد أشكال هذا التكتيك سيحاول جذبك مرة أخرى من خلال الاعتذار وإظهار الندم والوعود الكاذبة وقد يستغل أيضا شفقتك أو يستدرجك من خلال طرق مثل التهديد بإذاء الذات بعد ذكر هذه التكتيكات تشير الكاتبة أن بعض الأشخاص يظهرون السلوكيات التي ذكرت سابقا لكنهم لا يعانون من الضراب الشخصية النرجسية ولكنها قد تكون نتيجة لعدم النضج العاطفي لدى هؤلاء بعبارة أخرى قد يتم ملاحظة بعض التشابهات في السلوك بين النرجسيين والأشخاص غير الناضجين عاطفيا لكنهم ليسوا نرجسيين وتشير الكاتبة إلى أن الفرق الرئيسي بين شخص نرجسي وشخص غير ناضج عاطفيا يكمن في أن النرجسي غير قادر على الشفقة ومن المرجح أنه لا يرغب في التغيير لأنه يحصل على ما يريد من خلال إذاء الآخرين والتحكم بهم بالمقابل يمتلك الشخص غير الناضج عاطفيا القدرة على النمو والتطور خاصة عندما يدرك تأثير أفعاله على الآخرين ومع ذلك توصي بأنه عند مواجهة أي نمط مكرر من هذه السلوكيات فإنه من الأفضل الابتعاد عن هذا الشخص بغض النظر عما إذا كان نرجسيا أم لا لكن هل هناك علاج للشخصية النرجسية؟ كما تشير عربي ويؤكد العديد من الخبراء الآخرين فإن معالجة الضراب شخصية نرجسية تعتبر صعبة نظرا لأن النرجسية عادة ما يكون غير مستعد للاعتراف بأن هناك أي مشكلة لديه وعادة ما يتفاعل بشكل سلبي مع المعالج إما عن طريق التلاعب به أو بالانفعال العدواني تجاهه ويشير أحد الخبراء إلى أنه لتحقيق تحسين في سلوكه يجب أن يستوفي ثلاثة شروط أساسية عليه أولا أن يدرك أن لديه مشكلة خطيرة وأن يفهم كيف يؤثر سلبا على الآخرين ثم يجب أن يكون لديه الدافع لتحسين سلوكه سواء لخوفه من عواقب سلبية محتملة مثل فقدان وظيفته أو فقدان العلاقة العائلية وأخيرا يجب أن يبقى ملتزما بالعلاج وأن يبذل الجهد اللازم لأحداث التحسين في سلوكه ويضيف هذا الخبير أنه حتى إذا أعرب عن استعداده للتغيير فإن المحاولة عادة لا تدوم لأنه لن ينخرط في التفكير الذاتي الحقيقي ولن يتحمل مسؤولية عيوبه وعلى الرغم من هذه التحديات يشير مقال بحثي آخر إلى أن مرضى اضطراب شخصية نرجسية يمكن أن يستفيد من الأدوية مثل مضادات الذهان ومثبتات المزاج ومضادات الاكتئاب بالإضافة إلى العلاج طويل الأمد الذي يركز على العلاقة بين المريض والمعالج بعد أن تعرفنا على استراتيجية التلاعب للنرجسي وإمكانية شفائه أم لا سننتقل إلى التعافي أو الشفاء لمن يعيش مع شخص نرجسي أو ابتعد عنه مع جروح وآثار نفسية الشفاء بعد الإساءة النرجسية سواء كنت تعيش مع شخص نرجسي أو أنهيت بالفعل علاقة مع شخص يظهر السلوكيات التي تم ذكرها تقدم عربي نصائح حول كيفية استعادة السيطرة على حياتك وبدء عملية التعافي توصيب أن تسعى جاهدا من خلال استراتيجيات العلاج هذه إلى أن تكون متعاطفا مع نفسك من خلال الفهم أن الإساءة ليست خطأك أبدا وأن تحيط نفسك بأشخاص يحبونك بصدق ويدعمونك طوال رحلتك الابتعاد عن النرجسي وفقا لعربي الطريقة الوحيدة لحل الإساءة النرجسية هي الإبتعاد وقطع كل الاتصال ويشار إليها في كثير من الأحيان بعدم التواصل أو الحد من الاتصال إلى أقصى حد ممكن ويشار إليها بالتواصل المنخفض هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الصعب إنهاء علاقة مع نرجسي معتد منها الإدمان العصبي الناجم عن تكتيك استخدام المكافآت المتقطعة الارتباط النفسي بالصدمة حيث يقوم الضحية بتكوين رابطة عاطفية قوية مع المعتدي للتكيف مع الاعتداءات الخوف من الانتقام بسبب الانفصال نقص الاستقلال المالي أو الأمان السكني الضرر الناجم عن الاعتداء لمراكز صنع القرار التنفيذية في دماغ الضحية وتكتيكات التلاعب المصممة لكسب الضحية ونظرا للتحديات الكامنة في الابتعاد عن شخص نرجسي تقدم عربي أيضا بعض الاستراتيجيات لتعزيز إحساسك بالذات وزيادة قدرتك على محاسبته إذا كنت لا تزال تعيش مع شخص نرجسي ارفض المشاركة محاولة محاورة شخص نرجسي هي جهد ضائع ووقت ضائع لأنهم ببساطة لا يريدون حل النزاع ولا يمكنهم تعاطف معك ولن يتحملوا مسؤولية أخطائهم ولذلك أفضل طريقة للتعامل عندما يشنون هجوما نفسيا هي رفض المشاركة من خلال وضع حدود صارمة وللإشارة الناس يواجهون صعوبة أيضا في وضع الحدود واحترامها حتى مع غير المرجسيين في كتاب الأساسيات يقدم جريغ ماكيون بعض النصائح حول كيفية التصدي للأشخاص الذين يميلون إلى تجاوز حدودك بطلبات غير معقولة لوقتك وطاقتك يوصي برفض تحمل المسؤولية باستمرار عن مشاكل الآخرين خاصة في بيئات العمل ووضع قائمة بأنواع الطلبات التي يمكنك التعامل معها ووضع خطة معدة مسبقا لصدها التعافي بعد الإبتعاد تقول الكاتبة إنه حتى بعد الإبتعاد عن النرجسي قد تكون للإساءة تأثيرات طويلة الأمد مثل اضطراب ما بعد الصدمة الشعور المنخفض بالذات تآكل هويتك الأساسية التناقض الإدراكي حيث تحاول التوفيق بين تصورات مختلفة للمعتدي والإساءة الاكتئاب والعزلة الذاتية وبسبب هذه التأثيرات المتنوعة يمكن أن يستغرق الشفاء وقتا طويلا قد يمتد لسنوات وتشير كذلك إلى أهمية أن تكون لطيفا مع نفسك خلال عملية الشفاء بإعطاء نفسك الوقت الكافي والسماح لنفسك بالشعور بالمشاعر المختلفة قد تكون هناك العديد من المشاعر المتناقضة مثل الحزن والغضب والخوف والإحباط وبدلا من أن تكون قاسيا على نفسك أو تحاول قمع هذه المشاعر فإنه من المهم أن تتعاطف مع نفسك وتسمح لنفسك بالشعور بالمشاعر الطبيعية وتعطي نفسك الوقت الآزم للتعافي الرعاية الطبية النفسية يمكن للمحترفين في مجال الصحة النفسية مساعدتك في تحديد الرعاية اللازمة لعلاج أعراض الصدمة وتأثيرات نفسية أخرى كما ذكرنا سابقا يمكن أن يكون الابتعاد عن النرجسي أمرا صعبا للغاية قد يخشى الضحايا أنهم لن يصدقوا ويشعرون بالخجل أو الإحراج بسبب ما حدث لهم وأحيانا حتى أنهم قد لا يدركون أنهم ضحايا للاعتداء بسبب التلاعب النفسي أو يفتقرون إلى الثقة في النظام الطبي أو يخشون الانتقام ونظرا لهذه التحديات يمكن لتدخل صديق أو قريب لتقديم موارد لشخص يشتبه بتعرضه للإساءة أن يحاقق فارقا كبيرا الرعاية الذاتية بالإضافة إلى البحث عن الرعاية المهنية هناك العديد من السبل للشفاء من خلال استراتيجيات يمكن تنفيذها بمفردك توفر هذه الأساليب طرقا لاستعادة ثقتك بنفسك وممارسة التعاطف مع الذات ومعالجة تجربتك وعواطفك يمكنك تنفيذ بعض هذه الاستراتيجيات بشكل فردي أو مع الأشخاص الداعمين الذين يقدرونك ولا يحكمون عليك أو يلومونك على الإساءة التي تعرضت لها في كتاب لا مزيد من الإنغماس في هموم الآخرين تعرف ميلو دي بيتي العناية الذاتية بأنها العيش بمسؤولية من خلال الانتباه إلى احتياجاتك رغباتك مشاعرك ومسؤولياتك نحو نفسك والآخرين وهذا التعريف يشمل الانفصال عن الآخرين من خلال تجنب تحمل المسؤولية عن احتياجاتهم على الرغم من أن نصيحة بيتي تستهدف العلاقات الاعتمادية بشكل عام إلا أن توصيتها قد تنطبق أيضا على ضحايا الإساءة الذين يشعرون بالمسؤولية عن رفاهية أو مشاعر من أساء معاملتهم الأنشطة الصحية المحسنة للمزاج النوع التالي من الرعاية التي توصي بها عربي هو البحث عن أنشطة صحية تحفز إفراز مواد كيميائية تحسن المزاج مثل الأكسيتوسين والتوبامين والسيروتونين وهذه الاستراتيجية مفيدة لأنه قد يحدث لديك أعراض انسحاب من هذه المواد الكيميائية بعد الابتعاد عن النرجسي وتحل هذه الأنشطة محل إدمانك الكيميائي على النرجسي بأنشطة آمنة تتحكم فيها بنفسك يؤكد بعض الباحثين أن الأكسيتوسين يساهم في الاستقرار النفسي وبناء الثقة والاسترخاء وهي وظائف مهمة جميعها للتعافي بعد تعرض للإساءة ومن الطرق لتعزيز إفراز الأكسيتوسين هي ممارسة التمارين الرياضية الدوبامين هو مادة كيميائية كما يعرف الجميع تجعلنا نشعر بالسعادة قد تلقيتها سابقا من خلال اللطف المتقطع من النرجسي بين فترات الإساءة يمكنك العثور على مصادر جديدة من خلال محاولة أنشطة جديدة والقيام بالأشياء بشكل عفوي سيزيد أيضا من تدفق المتعة التي تحصل عليها من تجربة شيء جديد ولكن مع أن الكاتبة تركز على تلبية احتياجاتك من هذه المواد الكيميائية التي تشعر بالسعادة لأغراض الشفاء يحذر آخرون من الوقوع في فخ البحث الإجباري على هذه الأنواع من المواد الكيميائية العصبية بطريقة تؤذيك في كتاب أمة الدوبامين تشرح آناليمكي كيفية استعادة السيطرة على سلوكك عندما تقودك الرغبة في الدوبامين إلى الإفراط في الإنغماس في أشياء مثل وسائل التواصل والوجبات السريعة يشير هذا إلى أن عنصر الاعتدال قد يكون أيضا جانبا مهما جدا لإيجاد مصادر جديدة للدوبامين السيروتونين هرمون يعمل على استقرار مزاجك واحترامك لذاتك توصل كاتبة بزيادة مستوياته من خلال قضاء وقت في أشعات الشمس المعتدلة وتناول مكملات فيطامين باء والتركيز على ذكريات ساعدة وممارسة التمارين الرياضية وتظهر بعض الأبحاث أن السيروتونين يشجه أيضا السلوك الاجتماعي الإيجابي مثل عدم الرغبة في إذاء الآخرين ويقلل من العدوانية مما قد يفسر سبب استخدام الأدوية المعدلة للسيروتونين لعلاج أعراض الطراب الشخصية النرجسية أخيرا صديقي إذا كنت تشك أن أحد معارفك يتعامل مع شخص نرجسي فلا تتردد في مشاركتي هذا الملخص معه كنت معكم أنا سعيد ولد محمد من قناة أوديو تاب أرجو لكم جميعا التوفيق ودمتم رائعين